لقطة الإسماعيل أخدها ولا ناخد القمة بتاعت الأهل والزمالك عاملين مقارنة الإسماعيل ولا القمة؟ لا الإسماعيل طيب ناخد الإسماعيل طيب إيه اللي حصل؟ اللي حصل طبعاً تعرفين في التوقيت ده بيقى فيه اختبارات كتيرة جداً للناشئين والإسماعيل من الأندية طبعاً طبعاً اللي كتير جداً من الشباب طلع عمرها كانت مراخة وإلى الآن وحتى كمان أخدوا بالكو وفي بعض اللاعبة بتيجي من محافظات بعيدة عن الإسماعيل من الشرقية ممكن حتى من القاهرة من برسعيد بيجوا عشان يعملوا اختبارات اللي حصل الوقعة دي بالفيديو شاب شوية طفل راح يتمرن أو يحتر الاختبارات يحتر الاختبارات وكان لابس تي شيرت النادي الأهلي الصوت مش واضح لكنه تم تعنيفه وتم إجباره أنه يقلع التي شيرت وموظفي الأمن يعني تعمله معه بشيء من الغلزة شيء من الغلزة طيب الرد الفعل اللي جيه أول رد فعل رسمي نشر على موقع في الجول من خالد الأماش كانت خالد الأماش رئيس قطاع الناشئين فاند الإسماعيل قال لك وقعت طفل الذي كان يرتدي قميص الأهلي في البداية نحن نحترم كل أمدية مصر بكل ألوانا وليست لدينا أي مشكلة مع نادي بعين وما حدث هو أن فرض الأمن على بوابة النادي منع طفل أثناء دخوله للاختبارات وهو يرتدي قميص فريقي الأهلي وهذه تعليمات من القطاع يعني واضح أنها تعليمات من القطاع لا حد يدخل غير بزي موحد أو فهين موحدة ويجب أن واضح للجميع أن كل أطفال أثناء الاختبارات يرتدون قميصا موحدا وكل لعب يجب عليها أن يغير القميص الذي جاء به من الاختبارات والد الطفل محمود عبدالوهاب قال إيه؟ قال لك أن في الاختبارات لا يدخل أولياء الأمور مع اللعيبة ومن على البوابة النادي بيخرجوا اللعيبة وقال لك أن احنا تعرضنا للمضايقات في المسافة اللي هي على قبل ما الدخول للبوابة وقال لك أنه طلبه من ابنه اللي هو كريم محمود عبدالوهاب أنه هو يخلع الأميص ويدخل وعلى حسب كلامه أن في الاختبارات لم ينجح ابني هو بقول كده لم ينجح ابني في الاختبارات بشكل متعمد فالموضوع دخل في منطقة يعني ما أعتقدش أنها لائقة كابتن حسني عبدالرابو كان ليه رد فعلي جميل جدا والناس اهتمت جدا برقي الرد ده قال لك أرفض ما حدث للطفل الصغير الذي لا نعلم هل يمتلك غير هذا تيشيرت أم لا نقطة مهمة جدا وكان يجب منحه تيشيرت نادي إسماعيلي واحتضانه حتى نتعامل مع طفل بطريقة صحيحة وأنا أدعو الطفل ووارده لمقابلتي غدا بالنادي بمنحه تيشيرت نادي إسماعيلي واختباره من اللجنة في وجوه كلام محترم قوي أنت عارف أن الأهل كمان وجه له الدعوة زميلنا العزيز إبراهيم المنيسي وجه له الدعوة أن يروح يحضر الاختبارات في الأهل والله بس المرضي مش هي العتشيرت بقى المرضي مش هي العتشيرت لا علاقة مهمة جدا هنا فكرة طفل والتعامل معي يعني الكلام اللي قاله كابتن حسن عبدالرابو هنا كلام إنساني وعاقل جدا أنت عايز ترغي التعصف فبتزرع في الطفل ده أي بالراحة خده ودخله ويقوله خده باستشارة الإسماعيل يا حبيب أنت مش جاي تختبر عندنا وبتاع وإحنا والأهل واحد بس إنت جاي تلعب في الإسماعيل كلمتين يعني مش هي أنت اللحظة طبعا لبدل ما تبقى بزيك حسن عبدالرابو رابط ما بين فكرة التعصف والانتماء لك نحن نصنع الانتماء ونمح التعصف الذي يعود على النادي دعوة كريمة ودعوة كويسة وإحنا أجب ما نكبرش الموضوع التصرف بتاع الكابتن حسن عبدالرابو محترم جدا ودعوة الأهل محترم ولولد كويس للي إسماعيل هيفرط فيه ولوله الأهل يخده مش هيفرط فيه إحنا بعرض العبور ويمكن في يوم الأيام يبقى نجم من النجوم لكلها سنين صغيرة